قرر برلمان اقليم كردستان تأجيل الانتخابة التشريعية والرئاسية في اقليم كردستان لمدة ثمانية اشهر وذكرت مصادر كردية ان البرلمان وخلال جلسته التي عقدها في اربيل بحضور 68 نائبا من بين 111 صوت على تمديد عمل البرلمان لمدة ثمانية اشهر بسبب الاوضاع التي يشهدها الاقليم ولفسح مجال للمفاوضية لاجراء الانتخابات مشيرة الى ان المصوطين بلغ عددهم 60 عضوا فيما امتنع تمانية اعضاء عن التصويت الكتل اللي شارك في هذا الاجتماع هو الكتل عدى حركة التغيير والحركة الجماعة الاسلامية فهذا الاجتماع كان لها برنامج منذ صبيحة هذا اليوم وهو تمديد الفترة الفرلمان لان تعرف الاحداث الجارية في الاقليم ما تسمح ان تكون هناك انتخابات خلال الفترة الزمنية القادمة فالكل كانوا متفقين على ان يتم هناك تمديد هذه الفترة ولكن داخل ارويقة البرلمان كان هناك بعض الخلافات على المدة يعني قسم حاولوا ان يكون هناك مدة 6 شهر وقسم 28 شهر ولكن مجمل الاطراف كانوا متفقين على هذه التمديد جلسة البرلمان اليوم تضمن عدة محاور ان كان قد نقش في اسماع البرلمان ومن اهمها اهم موضوع الذي نقش في البرلمان وقد تم اجراء قانون عليه هو موضوع تمديد مدة البرلمان لمدة 8 شهر القادمة يعني تتأخر الانتخابات لمدة 8 شهر بالنسبة لتأجيل البرلمان هذا من رأيي كل الكتل الكردستانية متواجدة في برلمان الكردستان من هذه الاوضاع السياسية والاوضاع الامنية غير مستقرة ولهذا لا نستطيعون وان المرشح الرئيس القليم الكردستان لحد الان لم يحد لحد الان احد ما يرشح نفسه وان دور الانتخابية في وقت حاله في 6 داعش لا يستطيعون اي العزاب السياسية باتمام اجراء هذه العملية الانتخابية اشتركوا في القناة